وستخشية من تجدد أعمال العنف والتخريب التي تخللت المظاهرات السابقة أعلنت السلطات الفرنسية تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة باريس ونشرت عزيزات للشرطة في الشوارع وذلك بعدما أعلنت الستورات الصفراء مواصلة تحركهم تعبيرا عن غضبهم رغم قيام الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بخطوات عدة لاحتواء الحركة وتوجهت السطرات الصفراء إلى المواطنين بنداء للانضمام إلى الاحتجاجات التي من المتوقع أن تجري للأسبوع التاسع على التوالي بعد أن تباطأت التعبئة في نهاية السنة لتستعد الحركة زخمها السبت الماضي مع تظاهر نحو خمسين ألف شخص في الشوارع وزارة الداخلية الفرنسية تتوقع أن يشارك نحو خمسين ألف شخص في احتجاجات السبت في باريس ومدن أخرى كما تتوقع شرطة العاصمة مشاركة عناصر متطرفة في الاحتجاجات مما عزز الإجراءات الأمنية بشكل خاص في شارع الشانزيليزي وفي ساحة الكونكورد وحول مقري البرلمان والداخلية وقصر الإليزي الرئاسي في العاصمة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فليب أكد أنه سيتم وضع ثمانين ألف من عناصر الشرطة في حالة تأهب في كافة ربع البلاد بما في ذلك خمسة ألاف في باريس فقط من جانبه حذر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير من أعمال الشغاب أثناء الاحتجاجات نشيرا إلى أن دعاة الاحتجاجات سيتحملون مسؤوليتها ويصعب على السلطات التكهن بمكان مظاهرات السطرة الصفر فهي في غالبيتها غير مرخصة وتتم الدعوة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبيل حدوثها مما يصعب على قوات الأمن تغيير مكان انتشارها